الحكومة الإسرائيلية أعلنت سواء بالبيان المكتوب أو بالبيان المتلفز بأن الحرب قد عادت بكل أشكالها وهذا في إطار أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت بأن حماس هي التي لم تقدم أسماء المحتجزين الذين كان يجب أن تقدمهم ليلة أمس وبأنها لم تلتزم بالهدنة وقف اطلاق النار وبأنها قامت باطلاق الصواريخ وعليه فأن الجيش الإسرائيلي بعد أن انتهت الهدنة المفترضة بدأ بالرد على مصادر النيران والاستمرار بهذه الحرب هذا هو الموقف الإسرائيلي الرسمي للحكومة الإسرائيلية ولكن في الجهة الأخرى هناك إثمار بنكفير على سبيل المثال وعموما في فيكتور لبرمن أيضا من المعارضة اللفيني قاله يجب الاستمرار في الحرب في قطاع غزة حتى تنفيذ الهدف النهائي وهو تدمير حركة حماس بشكل كامل وأنه لا يجب أن يكون هناك وقف اطلاق النار الجهة الثالثة أم المحللون العسكريون في إسرائيل الذين يقولون بأنه لو تم الاستمرار بوقف اطلاق النار أو التهدئة المفترضة كان ذلك سوف يؤدي إلى حالة من التمرد عند الجنود الموجودين قرب الحدود وذلك للتململ من اتخاف قرارات عسكرية بهذا الاتجاه الحكومة وعدت منذ خمسين يوما بأن هدف هذه المعركة هو تدمير حركة حماس احتلال قطاع غزة تدمير القدرة الصاروخية الاشتباك المستمر مع هذه الحركة والفصائل الفلسطينية الأخرى وبالتالي تدمير المقاومة بشكل كامل وبالتالي الجنود والضباط والمجتمع الإسرائيلي يؤيد استمرار هذه العملية العسكرية الآن هل هي حماس التي افتعلت هذه الأزمة هل هي إسرائيل التي افتعلت هذه الأزمة في نهاية المطاف واقع الحال بأننا عدنا إلى ما قبل وقف اطلاق النار ولكن الشكل ربما ما زال مختلفا يعني نرى اتهمات متبادلة حماس أكدت أنه طوال الليل كان هناك مفاوضات لاستئناف هذه الهدنة وإسرائيل رفضت ذلك الآن الحكومة الإسرائيلية تتحدث عن العكس أحمد ما العوامل التي أدت فعلا إلى عدم اكتمال الهدنة وإلى عودة القتال هناك ثلاثة عوامل العامل الأول هو أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت ومازالت تعلن وهذا سمعناه قبل قليل حتى في المؤتمر الصحفي الهدف من هذه الحرب هو اجتثاث حركة حماس هذا هو الهدف المعلن الذي أعلنته الحكومة الإسرائيلية ولنمضي قدما بعيدا عن التحليل هذا الذي تريده وبالتالي لن تحصل عليه بوقف اطلاق النار سوف تحصل عليه باستمرار القتال العامل الثاني هو العامل الداخلي المجتمع الإسرائيلي حسب استطلاعات الرأي يؤيد مرة أخرى حسب استطلاعات الرأي يؤيد استمرار الحرب ويرى بأن وقوف الدبابات عن التواغل في قطاع غزة ووقوف الطائرات الحربية عن ضرب منطقة قطاع غزة هو عبارة عن استسلام غير مباشر لحركة حماس العامل الثالث هو أن إسرائيل ليس هناك الكثير مما تخسره يعني أولا هي خسرة الاقتصاد خسرة ثقة المجتمع الدولي بها قضايا الإبادة في المحاكمة الدولية العدد الكبير من القتلى والجرحى من الجنود من الجيش الإسرائيلي إخلاء كل منطقة غلاف غزة لا يوجد هناك كثير ما يمكن أن تخسره وبالتالي استمرت هذه الحرب لأسابيع أو لأشهر كما طالب بذلك أمس الحكومة أو مجلس الحرب من بلينكين وبلينكين رد وكان واضحا برد عندما قال لا هذه المعركة لا يجب أن تستمر لأشهر بل لأسابيع ماذا يعني أسابيع؟ يعني ثلاث أسابيع، ست أسابيع، ثمان أسابيع ما هي في النهاية هذه أسابيع وهذا طبعا يعطي مؤشران إلى الضوء أمريكي واضح لاستمرار العملية العسكرية التي ترغب فيها إسرائيل موضوع الهدنة كان مهما للجانب الإسرائيلي للحصول على بعض المحتجزين الأحياء تحديدا من النساء والأطفال الذين خرجوا ضمن هذه الصفقة هل هناك المزيد؟ طبعا هناك المزيد طيب لماذا لم تصبر إسرائيل على نفسها ليومين آخرين؟ لربما السبب هي المشاهد المؤلمة والمزعجة للمحتجزين الخارجين من قطاع غزة ويؤدون التحايا والابتسامات إلى كتائب القسام وأيضا الصور المزعجة التي تخرج من استقبال الأسرى المحررين من قطاع غزة وبالتالي بالنسبة للجانب الإسرائيلي هذا كان مضرا جدا بوسم حماس بأنها داعش وحتى اليوم في البيان الرسمي المكتوب للحكومة الإسرائيلية كتبوا حماس فاصلة داعش يعني هم يريدون أن يؤكدوا على هذا المسألة للمجتمع الدولي ولكن ذلك يبدو لم يكن ليمر مع استمرار مهرجانات الاستقبال للمحتجزين الإسرائيليين ومهرجانات تحرير الأسرى أو الأسراط بطبيعة الحال من السجون الإسرائيلية هذه ثلاثة عوامل هي التي تدفع الجانب الإسرائيلي إلى الاستمرار في الحرب طيب المتحدث بسم حكومة الاحتلال أكد مجددا أن الهدف هو استعادة كل المحتجزين لدى حماس ولن نتخلى عن أي شخص منهم رغم عودة القتال ما المعلومات حول المفاوضات بين الوسطى إن كان من الجهة المصرية والقطرية مع حماس وإسرائيل وهل يمكن التفاوض على مصيرهم على وقع القصف المستمر ماذا بآخر المعلومات التي تتوضح حول هذه المفاوضات لنكن واضحين هذه المفاوضات هي مفاوضات يمكن أن تستمر لساعات يمكن أن تتوقف يمكن أن تستمر بنهاية المطف الذي نعرفه الآن بشكل رسمي بأن الجانب الفلسطيني حماس عبر الناطقين الرسميين لها قالوا بأنها تريد أن يكون هناك صفقة جديدة وتريد أن يكون هناك تفاهمات وتريد أن يكون صفقة كاملة وإن لم تكن مجزئة هي أعلنت بأنها إيجابية بهذا المجال الجانب الإسرائيلي لم يتحدث في هذه الصيغة الجانب الإسرائيلي تحدث عن استمرار القتال الأمور انتهت حماس لم تلتزم نحن فاهبون إلى القتال وبالتالي الجانب الإسرائيلي بما هو معلن هو أكثر تشددا من حركة حماس على الأرض الشكل مختلف يعني لغاية الآن الدبابات الإسرائيلية لم تتوغل أكثر من المناطق الأخرى لا ربما هذا تكتيك عسكري يعني ربما سوف يتوغلون خلال ساعات أو خلال أيام نحن لا ندري ولكن الشكل لغاية الآن هو مختلف عن بداية الحرب والسبب في ذلك هو الضغوط الأمريكية التي تطالب من الجانب الإسرائيلي استمر بالحرب ولكن دون أن يكون هناك إنجرار لحالة انتقامية مجنونة كما كانت في بداية الحرب ضرب المستشفيات ضرب المدارس ضرب البنية التحتية ولكن لا يبدو أن الصورة ستختلف كثيرا لأننا نتحدث عن أكثر من 53 شهيدا منذ صباح اليوم منذ استئناف الغطال ولغاية الساعة المزعج والمتعب الآن حتى بالنسبة لمنوفمات حقوق الإنسان الذي تحدثت معهم صباح اليوم هو الكفافة السكانية في الجنوب يعني أكثر من ثلاثة أرباع الفلسطينيين الموجودين في قطاع قزة هم موجودين في المنطقة الجنوبية هذا يعني أن أي قفيفة واحدة تنزل في المنطقة الجنوبية عدد الشهداء سيكون مضاعفا لأن الكفافة السكانية هي الأعلى الآن الأعيون على خان يونس يعني هذا هو المكان الذي روجت إسرائيل له لأكثر من أسبوعين بأن العملية التالية ستكون باتجاه خان يونس وبحديثك عن خان يونس نتابع عاجل الآن على الشاشة حول غارة إسرائيلية جديدة تستهدف خان يونس في هذه الأثناء أحمد دعني أنتقل معك إلى الداخل الإسرائيلي الإعلام الإسرائيلي كيف يتابع اليوم استئناب القطال وانتهاء هذه الهدنة خاصة أنه كان هناك ضغط كبير تمارسه عائلات المحتجزين للوصول إلى هذه الهدنة ولم يتم بعد الإفراش عن كل المحتجزين لدى حماس بلا شك سؤال مهم سأجيبه ولكن لماذا خان يونس؟ يعني لماذا الآن الحديث عن خان يونس؟ هذا مهم للمشاهدة أن يفهم بأن هذه عملياً تاني أكبر مدينة موجودة في قطع غزة الآن هي عملياً من نسبة لعدد السكان هي الأكبر هي عملياً ان اعتبرنا بأن مدينة غزة الآن شبه فارغة مضمرة لا يوجد هناك شيء فيها خان يونس الآن هي تمثل الثقل أيضاً السياسي لأن عدد كبير من السياسيين والمقاتلين والقادة يمكن أن يكونوا في خان يونس هذا ما يروجه الإعلام الإسرائيلي عموماً يقول بأنه منتقلوا من غزة إلى خان يونس مدينة كبيرة والسبب الثاني بأن إسرائيل تبحث عن العنوين الكبيرة والأسماء الكبيرة لو صمينا رفح مناط أخرى هذا غير معروف خان يونس هو اسم معروف الجانب الإسرائيلي يعلم بأن هذا هو عاصمة المنطقة الجنوبية طبعاً هذه مصطلحات كبيرة جداً لمنطقة ضيقة جداً أن يكون فيها عدة عواصم ولكن هذا هو العنوان الكبير خان يونس هي المحطة التالية بعد أن استطعنا السيطرة على مدينة غزة وبالتالي هي المدينة الثانية التي نريد أن نسيطر عليها بشكل كامل وأخيراً خان يونس بالنسبة للأمن الإسرائيلي يعتبر بأنها أيضاً مدينة متشددة هذا طبعاً يتم ترويجه بالإعلام الإسرائيلي مدينة متشددة فيها قيادات حماس فيها قيادات حركة الجهاد الإسلامي هي مكسوبة على هذا الطيار وبالتالي نحن نريد أن نضربها في المدينة رداً على سؤالك الإعلام الإسرائيلي انتقل من حالة الترويج لهمية إخراج المحتجزين إلى حالة التصعيد الإعلامي والتهديد والوعيد وأن العملية يمكن أن تنجح ويمكن أن تربح السؤال المليون أين هي العمليات الخاصة الإسرائيلية للمظليين والدوفدوفان وسيرة ماتكال وغيرها من الأسماء الكبيرة للقوات الخاصة الإسرائيلية لغاية الآن لم يتم إخراج ولا محتجز واحد بالقوة أي بعملية عسكرية معقدة علماً أن عدد من المحتجزين لا ربما هو ليسوا لا بحوزة حماس ولا بحوزة الجهاد الإسلامي ربما بحوزة بعض الفصائل الأصغر الذين عملياً أخذوا جزء من أولئك المحتجزين في سرعة أكتوبر الجيش الإسرائيلي دعا بأنه سوف يستطيع أن يقوم بإخراج المحتجزين بالقوة بالقوة ماذا يعني؟ إما أن تسلمهم حماس بالعالم الأبيض أو أن تقوم الجيش الإسرائيلي بإخراجهم بعملية كريمة نعم أحمد البوديري أشكرك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر